أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية دائما تخص خليل إبراهيم جيهان وسيلة تورك أغلو وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك احتلت سيلة تورك أغلو المرتبة الأولى من بين أكثر الممثلات حديثا في العالم في قائمة ديزي العالمية مع 612 ألف تغريدة لقد أخذت مكانها في الخط يعني ممثلتنا الجميلة أصبحت الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم كما احتلت سلسلة شراب التوت البري المرتبة الأولى من الأكثر تعليقات على مستوى العالم بـ 180 ألف والمرتبة الثانية احتلها مسلسل طائر الرفراب بـ 53 ألف والمرتبة الثالثة احتلها مسلسل الأمانة بـ 46 ألف كما قلت الأكثر تعليقا على مستوى العالم كما أيضا شهدت سلسلة شراب التوت البري انخفاضا طفيفا في نسبة المشاهدة مع بث الحلقة في الثالثة عشر يناير وعلى الرغم من ذلك يعتبر الريت جميل ومسلسل جميل وسلسلة شراب التوت البري التي تمكنت من أن تصبح تاني أكثر على المسلسلات مشاهدة على الرغم من أن المسلسل الذي يحمل اسم طائر رفرف حافظ على المركز الأول وأصبح المسلسل الذي يحمل عنوان طيور النار في المرتبة الثالثة من أكثر المسلسلات مشاهدة هو أيضا يوم الجمعة بحلقته الأولى أما نظمي يلمز رغم خططها التي تبت دائما بالفشل والدليل على هذا هو التصنيف التي يصدم دائما به الجمهور حيث كما قلت رغم أنها حاولت استغلال سيلة بصورها ووضعتها في الحلقة الخمسمائة كإعلان والارتفاع من تقييمات للمسلسل ولكن رغم كل هذا فالسيلة عرفت انخفاض في الحلقة الماضية ولا زالت الأصفار تتضارب مع بعضها البعض وأيضا أصدقائي في هذا الفيديو سوف أتطرق إلى تغريدة أخت خليل إبراهيم شيهان هودا رغم أنها نزلت هذه التغريدة لمدة ثلاث أيام لم أريد أن أتحدث عنها من قبل لأنني لم أكن متأكدة أنها نزلت هذه التغريدة على حسابها الخاص وحتى إحدى المتابعات سألتني عن هذه التغريدة وقلت لها هودا لم تقم بتنزيلها ولكن البارحة تأكدت من العديد من المهجبين الذين قاموا بإنزال هذه التغريدة على الأنتجرام ويتحدثون عنها وأنا لم أرها لأن هودا قامت بتنزيلها ومن المؤسف للغاية أنها حدفتها بالفعل بسرعة وهذه التغريدة هي كالتالي في يوم من الأيام تقام مصابقة للسرعة لكي يعرفوا من الأسرع الكلاب أم الفهد ففاجأ الجميع بأن الفهد لم يتحرك من مكانه فسأله منصق الصباق ما الذي حدث أجاب أحيانا محاولة إثبات أنك الأفضل تعتبر إهانة يعني أصدقائي أظن أن خلاصة هذه القولة هي إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه وأخت خليل إبراهيم جيهان هدى قامت بتنزيل هذه التغريدة بعدما تم إنزال الإعلان عن حلقة الخمسمائة من سلسلة الأمانة بعد رقصة الزئبق الذي رقصها خليل إبراهيم جيهان وهي هنا كانت تريد إرسال رسالة ذات مغزى لكل شخص انتقد خليل إبراهيم جيهان يعني بهذه التغريدة وكما قلت أصدقائي أن هذه التغريدة معناها أنه أحيانا لا تحتاج لإثبات أنك الأفضل دائما أنت تعرف نفسك أكثر ممن حولك فلا يستفزك كلام الآخرين لإثبات قوتك ما دمت تعلم قوتك الحقيقية لا تهتم للأشخاص الذين يستفزونك لتقومها بأمر لا تريده لتثبت لهم أنك قادر على فعله فلو كانت لديهم الشجاعة لقاموا بالأمر بنفسهم هذه حكاية بصراحة رمزية لكن تحمل الكثير من المعاني وأنا من وجهة نظري هذا ما قصدت هدى أخت خليل إبراهيم جيهان يعني لم تقصد سيلة نهائيا كما يقول البعض حيث أن العديد من المتابعين قالوا لي أنها تقصد سيلة ترق أغلبي هذا الكلام ولكن هذا هو تفسيري يعني من وجهة نظري لا تقصد سيلة نهائيا هنا تقصد الناس الذين يقومون باستفزاز خليل إبراهيم جيهان لأنه قام برقصة الزئبق المهم أصدقائي ومتتبعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر